تسأل وتقول هي متزوجة من 15 سنة وأول الزواج كان زوجها كثير الحلف بالطلاق ولما تسأله يقول علي كفارة يمين وفي مرة قال لها طلاق صريح أنت طالق ثم ردها ثم منذ فترة قصيرة كان في يعني كان معا في مشاحنة وشجار ثم قالت له طلقني فقال لها أنت طالق ثم اتصل زوجها بدار الإفتاء وقال له إن الطلاق لم يقع وكنت أريد أن أتأكد إن كانت حياتنا حلال أم حرام لأنني خائفة أن نكون يعني نعيش في حرام فقالت له نذهب لدار الإفتاء ولا نكتفي بالاتصال وهو لا يريد ذلك أولا إن كان الاتصال حقيقة بدار الإفتاء حقيقة وليس بسين من الناس رتب هو معه الجواب أو السؤال وكان الاتصال بدار الإفتاء فيعني نكتفي بفتوى المفتي إن كان الزوج أمينا في عرض السؤال إن عرض السؤال على مشايخنا علمائنا في دار الإفتاء المصرية وهم علماء فقهاء كبار نحسبهم على خير إن شاء الله وسمعوا منه فيديب المفتي على وفق ما يسمع طيب إن شككتي في الرقم الذي اتصل عليه أو في طريقة الإجابة في ذلك الأمر وكان للشك يعني سبب ليس مجرد شك لأن الأمر يتحمله الزوج يعني لو هناك اسم أو دلس وخدع فالاسم عليه وليس عليك فلو كان هناك شك يا ابنتي فلا مانع من معاودة الاتصال مرة ثانية وأرقام دار الإفتاء بفضل الله تعالى موجودة بإمكانكم أن يعني تتواصلوا عن طريق موقع دار الإفتاء المصرية الموجود على الإنترنت إن شاء الله تعالى أو ربما توجهون السؤال مباشرة لأحد العلماء الموجودين في منطقتكم أو أن تذهب معا لدار الإفتاء كما طلبت أنت وإلا كما قلت هو يتحمل لو كان هناك لون من ألوان الخداع أو التدليس